أعلنت القابضة ADQ عن تعاونها مع شركة Safe Haven Solution الهولندية لإطلاق مشروع إنشاء بيوت محمية عالية تقنية ومؤتمة بالكامل في مجمع القابضة للتكنولوجيا الزراعية في كيزاد على مساحة تبلغ عشرة هكتارات كمرحلة أولى بهدف زيادة المحاصيل الغذائية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة وستعمل البيوت الزراعية المحمية بنظام تبريد فعال يقلل من الانبعاثات الكربونية ويحد من استهلاك المياه مما يتيح زراعة محصولية طماطم والخيار على مدار العام في بيئة خالية من الكربون وخاضعة للتحكم فيما ستشهد المرحلة الثانية بدء الإنتاج التجاري ومضاعفة المساحة المزرعة إلى عشرين هكتارا